طبعاً الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي مشتعل بشكل أكتر من رائع وزي ما بقول لحضراتكم يمكن المان يونايتد المان يونايتد علامات إسهام شوية على أداءه مع سول شاير خروجه من كاس ربطة الأندية المحترفة في كاس إنجلترا بعدها بأسبوع طبعاً الهزيمة من أستون فيلا 1-0 يمكن في المباراة دي يمكن حارس المارما طبعاً مارتنيز حارس مارما أستون فيلا تصرفاته استفزازية بشكل كبير مع النجوم في المباراة في الدوري الإنجليزي بشكل عام لكن حضراتكم عارفيني المان يونايتد تعرض للحصار من أستون فيلا بهدف للا شيء على ملعب أولد ترافرد وشاهدت المباراة طبعاً في نهايتها راكل الجزاء يمكن تقدم لها يعني برونو النجم البرتغالي تقدم لها لضربة الجزاء وإذ طبعاً مارتنيز حارس مارما أستون فيلا بيخرج خطوتين ثلاثة وبيقف قدام اللاعب وبيشاول على رونالدو عدراك الحارفين طبعاً رونالدو كمان من نجوم طبعاً المان يونايتد بيكلم وبيقول تعالى بيقول لك تعالى يا رونالدو شوت أنت ضربة الجزاء هو طبعاً محاولة استفزازية وكان ده قدام الحكم يعني واقف قدام يعني اللاعب اللي هي سدد ضربة الجزاء وكان عملها في كوب أمريكا قبل كده حرج استفزازية الغرض منها طبعاً بيستفز اللاب اللي هيشوته وفي نفس الوقت بيهز من ثقته وفي نفس الوقت بيدي إحاء أنه ممكن ضربة الجزاء دي ديع فبيقول لرونالدو لا تعالى انت شوته وطبعاً بالرغم من برونو طبعاً فرنانديس طبعاً لعيب كبير جداً لكن أطاح بالكرة في المدرجات بشكل عجيب جداً 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 وزي ما بقول لحضراتكم وعجائب الكرة هتلاقوها في الدور الفرنسي ويمكن مارتنيز هو يعني متعود على المشاغبة وإصارة الجدل في مبريات الدوري الإنجليز